موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج الأشباب نهاردة إن شاء الله عندنا حلقة مميزة جداً هنتكلم فيها عن حاجات كتير مهمة جداً بالأدلة وبالمستندات وعندنا قضايا مهمة جداً مطروحة في الشارع الأهلاوي وفي الرياضة المصرية النهاردة هيكون ضيوفي في الجزء الثاني من برنامج الأشباب الحديث اليوم عن براعم الناد الأهلي هما مستقبل الناد الأهلي هيكون معايا اتنين من المدربين المحترمين المدربين لهم خبرات كبيرة في البرائم وكمان يعني وجهة مبشرة كابتن حسين شكري وكابتن أحمد حسن درقبة المدير الفاني لألفين وتمانية والمدرب العام لفريق ألفين وسبعة إن شاء الله وحديث عن مستقبل الناد الأهلي دايماً في الناد الأهلي طول ما عندك براعم قوية إن شاء الله يكون عندك فرق قوية تقدر تكسب بطولات المنطقة بطولات الجمهورية وكمان تكون يعني زخيرة كبيرة لمنتخبات الناشئين وللفريق الأول ده يكون إن شاء الله معانا في الجزء التاني لكن هنروح للفريق الأول بالناد الأهلي الفريق الأول دلوقتي اللي على أتم الاستعداد إن شاء الله لملاقات نهضة بركان مباراة إن شاء الله يوم الجمعة القادمة هتكون مباراة صعبة بلغة الكورة مباراة صعبة صعوبة اللقاء إن لقاء الأهلي مع نهضة بركان مباراة وحيدة مباراة بتساوي بطولة دي صعوبة المباراة مفيش ذهابه عودة مفيش فرصة للتعويض فعلشان كده التفاصيل دايماً مهمة في هذه المباراة التي تمثل بطولة النادي الأهلي على أتم الاستعداد الحمد لله النادي الأهلي علي معلول موجود في التدريبات علي معلول سليم بنسبة 100% مشاركته في اللقاء دي معتمدة على مسيماني هو صاحب القرار في هذا الشأن أيضاً حمد فتحي بنقول له حمد الله على السلامة حمد فتحي برضو بدأ يشارك في التدريبات النهاردة كان بيجري أشعة علشان يطمن على مدى الالتقام لكن الحمد لله سليم بنسبة 100% احنا شافين محضراته دي أجزاء من التدريبات أو تدريبات النادي الأهلي والاستعداد فالاستعداد لملاقات نهضة بركان موسيماني اللي أدار يعني عايزين نرجع وراء شوية يعني وكمان كان قبل مباراة نهضة بركان مباراة سانداونز كانت مباراة قوية استعد فيها النادي الأهلي وقدر يصعد ليه الدور قبل النهاية وكمان النادي الأهلي هو الممثل الوحيد في البطولة الأفريقية النادي الأهلي يعني اللي كنا محتاجين ويلاقي دعم أكبر من كده من المسؤولين في اتحاد الكرة والرياضة المصرية علشان هو الممثل الوحيد وهو الوجهة المشرفة للرياضة المصرية زي ما احنا شايفين دي التدريبات نادي الأهلي امبرح كانت التدريبات كانت خفيفة النهاردة بدأ الاستعداد بقى الرسمي والتحضير للمباراة المباراة ان شاء الله هيكون موجود فيها جماهير ان شاء الله جماهير النادي الأهلي هتلاقوها يعني بعدد كبير دايما جمهور النادي الأهلي في الدوحة بيكون مساند بيكون داعم للفريق شايفين صورة الكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب اللي ما بيسيبش الفرقة دايما دايما موجود معاهم وجود الكابتن محمود الخطيب وانا قلت الكلام ده قبل مباراة سانداونز وقبل ما اللعيبة بتركب الطيارة وجوده خلاص الرسالة وصلت للعيبة النهاردة فيه مسئولية كبيرة على لعبة النادي الأهلي مسئولية كبيرة علشان الجماهير المنتظرات الجيل ده جيل محترم جيل بيحب بعضه جيل عندهم سكة في نفسهم جيل بيمر بتحديات كبيرة تحديات كبيرة في ضغط مباريات في عدم مسندة من المسئولين في الرياضة المصرية هنا ولخص في اتحاده كرة في الجدول اللي احنا بنشوفه تخيل النادي الأهلي اللي كان هيلعب مباراة قبل مباراة سانداونز وانت روحت شفت هناك مدى الإجهاد اللي ظهر عليه لعبة النادي الأهلي في الشوط التاني وشفنا في 22 يوم النادي الأهلي ضغط مباراة بشكل كبير ثمان مباراة كالترخير اللعبة دي دي رسالة من هنا للجماهير المنتظرة اللي بتقول أصل الأداء أصل مسماني أصل مسماني الشكل الدفاعي لا ده جزء من كرة القدم علشان دلوقتي تقدر تكسب لازم تدافع كويس وكمان في حاجات بتحتم عليك في ظل الظروف النهاردة لما تكون ضغط المباراة بشكل كبير صفر رحلات طويلة الراحة اللعبة مش قادرة تاخدها بشكل كافي ضغط المباراة ده في وقت من الأوقات بيحتم على المدير الفني إنه ممكن يلعب بشكل أو بظروف ما علشان يقدر يطلع بين الهدف اللي هو عايزه لكن عجبني حاجة تانية حاجة تانية بتمثل النادي الأهلي حاجة دايماً مزروعة في كل الأجيال وفي كل المسؤولين في النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراة مباشرة وهو في قط اللبس واللعيبة كسبانة وبقول لهم خلاص النهاردة بنحتفل عندنا بعد ساعات عندنا مباراة مهمة أو بعد أيام مباراة مهمة هي نهضة بركان لازم نستعد بشكل كبير لازم ننسى الفرحة دايماً البطل بيقلب الصفحة على طول ما بيفرحش كتير بطولة بطولة الصبر الأفريقي بطولة غايبة عن سبع سنين وده كلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ لللعيبة بطولة هتكتب في كل تاريخ كل لعب النهاردة لما احنا كنا بنقول البطولة التاسعة لللعيبة ولازم تقتلوا علشان تستحقوا أيضاً بطولة الصوبة علشان كده مش عايزين نلتف أو نروح للكلام اللي بيقول أصلي نادل أهل الحمد لله بظروف معنوية كبيرة ودوافع كبيرة ونهضة بركان أصلي ماشي في الدور المغربي يعني الظروف مش ماشية معه لا دي ظروف مباراة علشان كده لازم يكون أتم الاستعداد ليها الاستعداد بشكل كبير ليها التفاصيل الصغيرة مهمة جداً احنا شفنا كرات سابتة الحمد لله ربنا بيوفانا بيها لازم التركيز بشكل كبير فعلشان كده النهاردة كل التفاصيل دي مهمة في مباراة يوم الجمعة وزي ما أقول له حضراتكم جمهور النادي الأهلي لدائماً بيكون موجود في المعاد هيكون موجود إن شاء الله في الاستاد جمهور النادي الأهلي احنا شفنا يعني الأسر بتاعه ودعمه الكبير في كأس العالم اللي دي وانا كنت موجود هناك جمهور النادي الأهلي يعني كان داعم للفريق بشكل كبير لو قلنا سبب حصول النادي الأهلي على المركز التالت في كأس العالم من الاندية السابقة كان هو جمهور النادي الأهلي اللي هيكون أيضاً موجود في مباراة نهضة بركان ولازم أأكد وأقول تاني وتالت ورابع مباراة نهضة بركان مباراة صعبة جداً مباراة لازم اللعبة تستعد لها بشكل كبير النهاردة حصوص الفرقتين ما قدرش يقول النادي الأهلي أكبر من نهضة بركان الحصوص متساوية خمسين خمسين علشان كده لازم يكون فيه استعداد كبير مسيمان إن شاء الله بنا تمنى ليه التوفيق بشكل كبير في المباراة علشان يقدر يحط التشكيلة المناسبة كمان الناس اللي بيتم تغييرها فيه الشروط التاني برضو يكون موفق فيه كل هذه الظروف إن شاء الله بالنسبة لمستر مسيمان كابتن محمود الخطيب وجوده مع البعث زي ما بقول دايماً مهم مبارح كان عقد اجتماع في الملعب مع اللعيبة مع لعبة النادي الاهلي ومع مسيماني مع الجهاز الفني كان بيحس اللعيبة على النهاردة المباراة وأهميتها المباراة النهاردة وبالنسبة لجمهور النادي الاهلي إحنا عارفين اللعيبة الفترة اللي فاتت بتمر بظروف صعبة الجهاد وإرهاق ضغط المباريات رحلة صفر شقة من مصر لجنوب أفريقيا وترجع تاني من جنوب أفريقيا للدوحة ساعات صفر كبيرة جداً أنا توصلت مع بعض المسؤولين هناك وقالوا إن في مشاقة كبيرة في الصفر وفي تعب كبير لكن اللعيبة ما شاء الله عندها روح وعندها عزيمة وعلى أتم الاستعداد إن شاء الله إنها تقدم مباراة كبيرة وإن شاء الله يكون التوفيق من حظهم بعد قليلة هنروح إن شاء الله لبعث النادي الأهلي هناك أول ما يكونوا جاهزين علشان نتطمن أكتر على بعث النادي الأهلي وعلى الاستعدادات وكمان على لعبي النادي الأهلي هنروح مع بعض لأخبارنا بقى أخبار اليوم النهاردة وعندنا خبرين مهمين جداً بالنسبة لمنتخبات مصر المنتخب الأولمبي كابتن شاوي غريب ومنتخب 2003 كابتن محمود جابر منتخب الأولمبي كابتن شاوي غريب اللي عنده معسكر مهم جداً خلال الفترة القادمة هنشوف الخبر مع حضراتكم دلوقتي خبر مهم جداً زي ما احنا شايفين شاوي غريب يستقر على 28 لعباً بالمنتخب الأولمبي في معسكر يونيو ده هيكون المعسكر الأخير لكابتن شاوي غريب قبل انطلاق الأولمبياء النهاردة ده معسكر مهم هيستدعي فيه عمر مرموش وكمان مصطفى محمد محترف في تركيا ومحترف في الدوري الألماني ده هيكون ب28 لعب هيضع فيه الرتوش الأخيرة للاستعداد لأولمبياد توكيو كابتن شاوي غريب وجهاز الفني واللعيبة يعني عندهم العزم انهم ان شاء الله يقدروا يعملوا او يحققوا مادليا للكرة المصرية كابتن شاوي غريب مدرب كبير سبق ليه قبل كده في منتخب الشباب انه حقق مادليا برونزية في كأس العالم في الارجنتين فهو قادر ان شاء الله بيجيل المعاء باللعيبة الموازن نقدر يحقق ان شاء الله نروح برضو يعني لبعثة النادي الاهلي اكتر هناك ونتطمن على بعثة النادي الاهلي مع زميلنا كريم احمد تفضل كريم مساء خير عليك كابتن اسام حسن طبعا كل التحيليك ولكل مشاهدين وكل جمهور لنادي الاهلي في كل مكان يمكن رسالتنا مستمرة وكواليس مباراة السوبر الافريقي الاهلي ونادي البركان المغربي ان شاء الله بإذن الله كل التوفير لنادي الاهلي في هذه المباراة كل مرة كابتن اسامة انا اكد على هذا الأمر الجدية كبيرا واصرار وتركيز من لعيات النادي الاهلي وحلم كبير لكل جمهور النادي الاهلي منتظر هذه المباراة لتكون هذه المباراة وايضا البطلة في دولاب بطلات النادي الاهلي بنألكم طبعا كابتن اسامة من خلاله شاشة قناة النادي الاهلي كواليس الفريق ومدى حالة اللعبين لكن في هذه اللحظات ينضمينا طبعا المستور أنديل عدو مجلس إدارة النادي الاهلي المتواجد بصفة مستبرة مع الفريق مع الكابتن محمود الخطيب بطريق بيه طبعا برحب بيك وأكيد تحية الكابتن موساما حسني أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين كابتن موساما ازايك ما نور القناة وبتوجدك أنا قد غانت أهلي ما شاء الله عند الطاقم بتاعك كله موجود هنا طبعا حاجة الحمد لله بنشره بالتواجد مع الفريق ومع الباسة الحمد لله أنا ملا أكرر لعيبة أبطال في الظل الأول لعبت دور التمانية مع سان داونز في جنوب أفريقيا وقيت حرقنا هنا كان سفرية طويلة قوي لقطر وفي نفس الوقت اختلاف الجو نفسه الجو في جنوب أفريقيا كان الجو أشبه بالشتاء يعني وهنا الجو طبعا حر جدا فالحمد لله ان التواجدنا برضو في الفترة دي بتفري قبل المتش بحيث برضو النقلة بين الجو هناك وكل الأحوال والظروف نفسها عبال ملعيبة تتعود برضو عشان ان شاء الله ربنا يوفقنا في ماتش السوبر أنا عايز أبدأ معك ترى بي طبعا بمدى صدل تأهل مع لعبت اللي نادي الأهل احنا يمكن تلاحهم مباريات وتلاحهم بطلات في نفس الوقت يمكن مبارات البطلات الأفريقية ثم السوبر الأفريقي لكن مدى صدل تأهل شايفه ازاي في وجوه اللعيبة وتركزهم ازاي في الملعب شايفه ترى بي هو أولا بالنسبة لتلاحهم احنا جايين من دوري عمرنا ما يشوفنا زيه يعني ماتشات بتتلاحب على طول باستمرار ما فيش فترة راحة يمكن كل 48 ساعة ماتش النادي بيلعبه ومع ذلك اللعيبة أبطال ما شاء الله عليهم في نفس الوقت يبدأ يجي هنا في البادر شوية في قطر دي كان لها ضرورة جميل جدا أولا بعد التأهل الحمد لله لدولار بها في طولة أفريقيا طبعا دي كانت بلا جدار رفعت معنويات اللعيبة وأثرت في الفريق في نفس الوقت انه تأقل مع الجو هنا دي برضو تفري جميل جدا مع كل الأجواء الموجودة في قطر وكالعادة برضو الجالية المصرية الموجودة وترحبهم ومتابعيتهم لنا فحاجة الحمد لله قيمة حاسين برضو أنه نحن عادين في مصر أنا عاشت بدورك حياة طريبية طبعا ومع الكابتن محمود الخطيب لأن ممكن ما بنقول مجلس الإدارة والتواجد ووجود الكابتن الخطيب ووجود حضرتك وتوفير مناخ لكل اللعيبة وكل الظروف ده بيبقى ليه مردود وليه رسالة على اللعيبة مدى يعني وجود الكابتن محمود الخطيب ووجود حضرتك بتشوفه إزاي وأيضا ده مردوده على اللعيبة إيه وساطة اللعيبة إيه؟ والله ده استمر ليه الكابتن محمود الخطيب يعني من ساعة ما جدا المجلس هو بيعمله وخصوها الفترة الأخيرة مع فريق كورا اللي أصفرت الحمد لله سنة اللي فاتت على فوزنا ببطولة أفرخ يعني لو تفتكر كابتن محمود كان رئيس بعثة للهلال ورئيس بعثة مطش الهلال السوداني ومطش سانداونز ومطش الوداد المغربي وبعد كده كاس العلم اللاندي وشرفت الحمد لله أنا كنت مرافق ليه في البعثات دي وهو برضو نفس الحكاية في البطولة الجديدة طبعا وجود كابتن محمود الخطيب بيفرق فرق غير طبيعي مع الفريق من كل النواحة كابتن محمود قاقيمته كلاعب أسطورة والحاجة التانية قاقيمة إدارية جمدة جدا بيعرف يتعامل مع اللاعبين في كل الأحداث يعني سواء كاسبان مطش أو خارج مرهق أو في لغباطة مواعيد في المطشة زي اللي حصل في الدوري الدور اللي بيقوم بكابتن محمود الحمد لله بيفرق جميل جدا مع الفريق وأولا وأخرا توفيق ربنا سبحانه وتعالى اللي نرجوه أنه يلازمنا إن شاء الله ونعرف إن شاء الله نحقق بطولة السوبر لغايبة عننا بقالها فترة كبيرة كان أنت أشرت النوطة مهمة جدا نطارق به وهو وصول المبكر وتأكل مع الجو وإحنا فعلا كنا جايين من درجة حرارة بتصل سبعة أو تمانية لكن الدرجات الحرارة هنا مرتفعة جدا وحدة الشمس كمان قوية جدا إحنا خارج الملعب ويمكن بنعاني شوية يعني بنقول ربنا يكون فعون اللعبة اللي نادي لقالي لكن الوصول المبكر ده ده مرحلة وفترة لتأكله من اللعبين كيف ترى هذا الأمر طريق؟ طبعا يعني زي بقول حاك الوصول المبكر فرق جدا في حاجات أكتر من حاجة اللي هي النقلة برضو انت كنت بتلعب في بطولة أفريقا وجاي تتلعب هنا ماتش السوبر فالنقلة في التحضير نفسها الحاجة التانية اختلاف الطقس طبعا يعني تجاي من شتا وبتلعب في صيف عايزة أقول برضو لعيبة بسم الله ما شاء الله عليهم رجالة يعني كم الانضباط اللي الواحد شايفه وورجولة في تعاملهم مع المواقف من ساعة ما جينا وصلنا جنوب أفريقيا لغاية هنا حاجة تفرح على فجأة يعني في جنوب أفريقيا احنا ما كناش في فقاع هنا فقاع انت تحس في جنوب أفريقيا وانت موجود هناك انك في فقاع برضو يعني هو الحمد لله في جانب كبير جدا ملموس من التزام اللعيبة وغيرتهم واحساسهم هم عايزين يعملوا حاجة للنادي الاهلي ونفسهم طبعا كلمك على المعنوات على قد ما كلمك طرق بي على يعني مش كلمك أصدق الفنيات هكلمك على المعنوات الممكن الفنيات أكيد مطروكة الفيتسو مسماني والجاز الفني لكن معنوات اللعبة مرتفعة شايف وجوههم وشايف الاسرار ازاي وشايف تركيز لعبة النادي الاهلي ازاي لأنها مباراة وحيدة طرق بي الافريقية نقدر نعاوض تسعين ديه في تسعين ديه لكن دي مباراة وحيدة كيف ترى هذا الامر الحمد لله المعنوات مرتفعة وكل حاجة وبيتبقى وهو الأهم توفيق ربنا في المطش دي اللي احنا بمدرجة نتكلم فيه لو هو مباراة تسعين ديه نرجو ان شاء الله وندور ربنا أن احنا ربنا وفقنا في المطش إنما من ناحية المعنوات الحمد لله عندهم كم جبير جدا من التوازن النفسي عارفين هم جايين الهدف اللي عندهم التيم كله على بعض الحمد لله الروح الفريق والتيم وورك اللي ما بينهم هم والجهاز وكل أفراد الباسع على أحلى ما يكون وزيان بقول لحضرتك الأهم بيتبقى وهو توفيق ربنا سبحانه وتعالى في المطش أنا عارف إن جمهور النادي الأهلي بسند ودعم حقيقي ويمكن رسالته بتوصل للاعيبة بشكل كبير جدا أطارق بي وده أمر مهم جدا لأن اللعيبة عارفة وعارفة قيمة البنبروة وعارفة قيمة البطولة بتشوف الأمر ده زي وبيتشوف مسند الجمهور النادي الأهلي ازاي المعتادة ده مش أمر غريب على جمهور النادي بصحك يعني احنا بنلعب بقاونا فترة كبيرة من جر جمهور النادي الأهلي طبعا بينقصنا بطريقة غير طبيعية مسند جمهور النادي الأهلي في الملعب لكن جمهور النادي الأهلي ب determ � ISO هو مجود في الملعب او مش موجود إحساسه وتواجده إعلاميا وفي الشارع وويوي ليس له حل جمهور النادي الأهلي جمهور عظيم الحمد لله ويستحق بطولات كتير أو يستحق دايما أنه ترسم على شفاة والابتسامة والسعادة بفريقه بالنادي الآلي فده حاجة يعني هم نكلم عليه دايما أنه حاجة خارج المقارنة جمهور الآلي أنا أعرف أن العيبة مش محتاج رسالة لو مش محتاج رسالة التحفيز لكن لازم أسمع من طريب رسالة مطلوب إيه من اللعيبة مطلوب إيه من اللعيبة النادي الآلي في مباراة نهد البركان يوم الجمعة إن شاء الله يعني مش هول أكثر من دايما كابتن خطيب بيقوله لهم يعني احنا أول ما خلصنا الماتش اللي فات من الليلة على طول كات رسالة كابتن خطيب إن خلاص انتهينا من تأهل داخلين على بطول على طول إنها كتغيبة عننا بعلها فترة فبالتالي ده هو ده قدر إن دي الآلي إن طموحات لا تختفي طموحات بتتجدد باستمرار إنت خارج من مباراة لبطولة تانية لإن هو ده قدرك دايما إن شاء الله وربنا يديمها نعمة إنك تبقى الأول فلعيبة مدركة الحمد لله الكلام ده كويس قوي وحس بيه إنه هو وفي نفس الوقت بتعمل تاريخ لنفسها ربنا وفهم في كده تاريخهم لنفسهم وللنادي الأهلي شكرا جدا أنا طريبهم وفا بشكروا سيد صاري أنديل عود مجلس دارة النادي الأهلي لأنا باعتبره دايما وش الخير دايما لما بيكون مع البعثة ربنا بيكرمنا أنا أخد من كلامه كلمة مهمة جدا أهم حاجة في المباراة القادمة هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى وبرضو بنشكر كل البعثة الإعلامية هناك لدايما نحطانا في الحدث وبتغطي أخبار الفريق أول بأول كل البعثة هنا بالنسبة لقناة الأهلي والمركز العالمي بشكرهم شكرا جزيلا على التغطية المميزة نروح لفاصل بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية أهلا بحضراتكم من جديد عاز أكلم بحضراتكم في موضوع مهم هو موضوع يخص مسابقات الشباب مسابقات الشباب اللي كانتها تنتهي بمباراة الأهلي والزمال برح سمعت خبر خبر دا أول ما سمعته عدتت حك قلت أكيد خبر يعني مش صحيح خبر مفابرك يعني لكن لما تأكد للأسف طلع خبر صحيح هو خبر كارسي بمعنى اللوايح أو هو خبر تفصيل لوائح عندنا هنا في مصر مهنة مهنة شريفة مهنة بيمتهنها موهوبين هي مهنة التارزي كل واحد في حياتنا بيحتاج للتارزي والتارزي دا مهم جدا في حياتنا أي حد فينا بيكون عنده أماشة حلوة بيروح بالتارزي بيها بيرفع مقاساته بيفصلها له يفصل له شاكت حلو قميص شيك على مقاسه أو بمطلون حلو يقدر يلبسه ويستعمله في حياته تارزي الموهوب هو يقدر يعمل الكلام دا أو عندك حاجة واسعة يقدر يقايفه لك ويزبطالك على مزاجك وعلى مقاسك وتكون من أسباك دي مهنة التارزي مهنة قديمة ومهنة شريفة جدا وفي حياتنا موجودة لكن في مهنة ظهرت اليومين دول في كرة في مصر اسمها مهنة التارزي اللواح والقانين يعني ايه تارزي اللواح والقانين يعني باخد الورق اللي موجود فيه اللايحة اللي التارزي عملها بنفسه وفصلها بنفسه علشان اخدها له علشان يفصل لي اللايحة أو البند اللي موجود في اللايحة على مزاجنا دا اسمه تارزي اللواح والقوانين دا با موجود دلوقتي للأسف يعني تارزي تارزي يقدر يفصل اللواح ويلعب لك فيها بالرغم انه هو اللي حاطتها من الاول ونجاح اي مسابقة ونجاح اي منظومة بيعتمد على اللوائح بحط ببداية المسابقة او بداية الموسم لوائح علشان تعرف انا كلاعب او كنادي او كجمهور ايه اللي علي و ايه اللي مطلوب مني و ايه اللي علي لما اخطئ لما العب لما اكسب بطولة كل الكلام ده ده اللي بينظم وهو اللي حطه التارزي التارزي اللوائح والقوانية النهاردة بقى بيلعب في اللوائح افصل الليحة علشان اخدم نادي معين او نادي منافس علشان اخدمه لاهداف معين عايزين نحكي الحكاية من الاول الحكاية فيه مسابقة تسعة وتسعين الفترة اللي فاتت او تقريبا من يوم عشرين اربعة كان فيه مباراة اهلي وزمالك تلعبت في ملاعب الناشئين في مدينة نصر المباراة انتهت بفزي الاهلي تساوى الفارقين الاهلي بقى متقدم بالاهداف ودي كانت المباراة النهية والاهلي بالمواجهات المباشرة الليحة بتقول مواجهات مباشرة وفي اي مكان في العالم دايما المواجهات المباشرة هي اللي بتحسم بتحسم اللقاء وتحسم البطولة علشان الليحة تحس ان الليحة مش واضحة كده المباراة هتتعاد لكن بعد المباراة حصل احداث لعبة النادي المنافس دخلت الاوضة بدأت فيه تطاول وفيه الفاظ على رموز وقمات النادي الاهلي اتحاد الكرة بعت اقاف اللاعبين المباراة كانت عشرين اربعة اقاف اللاعبين اللي خد تمن مباريات واللي اخد اتناشر مباراة مع غرامات مالية اتناشر مباراة اتحاد الكرة حدد مباراة الاهلي والزمالك انها هتتلعب امتى ستة وعشرين خمسة يعني من عشرين اربعة لستة وعشرين خمسة يعني تتكلم في شهر واسبوع طب الهدف ايه هل الهدف مثلا عايز ترجع اللعبة تاني تلعب مش هندخل في النواي بس خلينا بالخطابات اللي بعتنا اتحاد الكرة وبقول النهاردة يعني حاجات كارسية بتحصل بنشوفها دلوقتي خلينا نستعرض مع بعض ومحضراتكم دلوقتي اول خطاب من الاتحاد المصري للكرة القدم زي ما احنا شايفينه ويا ريت نكبر الصورة لو نقدر اول خطاب ده من الاتحاد المصري للنادي الاهلي والنادي الزمالي تحية طيبة بعد يرجى التكرم بالعلم بانه تكرر اقامة مباراة بين نادي الاهلي والزمالي باستعاد السكة الحديد المباراة تحددت في استعاد السكة الحديد المباراة الفاصيلة على نهاية البطولة يوم الاربعاء الموافق ستة وعشرين خمسة عشرين واحد وعشرين الساعة الربعة عصر حط ملعب المباراة وحط التوقيت النهاردة الليحة كمان حط ليحة للمباراة علشان يبقى كل واحد عارف اللي ليه ولي عليه في حالة التعادل في المباراة يتم الاحتكام الى ركلات الجزاء الترجحية مباشرة ما فيش وقت اضافة تلعب ركلات الجزاء تكليف فرع القاهرة لقرارة القدم باتخاذ كافة الاجراءات التنظيمية للمباراة امن واسعاف وملاعب وحماية مدنية وكله النهاردة المباراة تم توجيهها لمنطقة القاهرة وتواصلت انا مع المؤسسين في منطقة القاهرة وجلنا الخطاب وكنا على تم الاستعداد على علشان مباراة الاهلي والزمال الكلام ده كان يوم ستاشر خمسة يعني قبل المباراة لو احنا شفنا كده من فوق ستاشر خمسة يعني قبل انطلاق المباراة او قبل تحديد المباراة بعشر تيام جميل كده ماشيين مزبوطين وزي الفل طيب نروح دلوقتي ارجعوا لي لو سمحتوا يا شباب قبل ما استعرض الجوابات نروح بقى ليه كابتن خالد بيبو رئيس كفاء النشيب النادللي ونعرف منه الموضوع بشكل اكبر تحياتي ليه كابتن خالد كله تمام كله تمام ايه اللي حصل في موراة الهلي والزمالك واللي وصلوكو والاستعدادات اللي كنتوا تستعدوها ويه دلوقتي الاخبار هل انتوا لسه مازلتوا في الاستعداد اللي عبا رياحت والله كابتن خالد بص وانا يعني الجوابات عمالها تجيلي من تحالي كورا انا الصراحة يعني مش قادر افضارها اه ومش قادر افهم ليه السبب يعني يعني حتى لما يعني حتى الناس مفروض انه لما دعتنا الجواب هيأجل هيعلم اي حاجة يقول لها السبب احنا مش عارفين السبب ايه اه يعني مش عارف السبب ايه اصلا باللي حصل ده يعني المباراة قادر كده كان لها معاد وتأجل واصلا المعادل تأجل الاول ما كانش فيه تاريخ برضو للمباراة عادنا بالسنين شهر الغدا ما بعث لنا جواب المباراة نا كنا الاول مش عارفين فيه مصر ولا عارفين مصر اه وبعدين جاءنا الجواب كما تقولت ان فيه مصر خلاص يوم ستة عشرين اه يوم ستاشر خمسة اتبعت لكم الجواب ان المباراة ستة عشرين قبلها بعشرة طوال اه اه ستة عشرين وطبعا احنا خلاص فيه مصر استعدينا وجهزنا وخلاص انت عارف انت المباراة كده فاصلة بقاعد انت يعني جاهز نفسك وجاهز صغلك وبترتب مع الولاد ويعني يبالية تجهزات انت المباراة اقل وزمالك والمباراة فاصلة على فصولة وفريق الشباب فطبعا يعني يبالية تجهزات خاصة انت جواب جايني بيريح بقول لك لا خلاص ما فيش مصر طب يعني طب ايه السبب لا حاجز رب عليك ما فيش سبب في الجواب ما فيش ايه حاجة انت صف الجواب اللي عندك هنعرضه الوقت كلمتين وبس يعني لا هو عصلا نحدد لك واتغلي ولا طب فيه مصر ولا ما فيش مصر طب هو يعني انت طب احنا دلوقت انا بشعرف انا بصراحة يعني المرة الاولانية لما جال الجواب يعني اللي انت اتصرف انت خلي بالك برضو انت كل حاجة بجي لك كل جواب لازم انتو بعرفة كل جواب بجي لك يبقى ليه ترتيبات طبعا انا عندنا لعبة من بره القاهرة بيرجع تاني وموجودين بشوقة وترتيبات فنية كمان مع المدير الفن هاشتغل ازا مع فرقته طبعا البطر اللي قولي احنا مش عارفين احنا عاصل فيه مصر انما كنت شغل على انت بشغل كل ثلاث يام بتديهم اجازة يعني مش شغل ببرنامج ان انت محافظ على الولاد بس برضو مش متهقهم يعني تمام منطقة القاهرة كابتن خالد هي اللي كانت مسؤولة عن تنظيم المباراة منطقة القاهرة بعتت لكم كمان انك تبعت ال 25 فرد اللي هيحضروا المباراة صح حصل الكلام ده لا حاجة لأ وحضر وبعتوا 25 واحد اللي احضروا المباراة بعتنا 25 واحد اللي احضروا المباراة وكمان كان فيه اجتماع الامني اللي هو انت عارف اي مباراة اللي زي وفي اجتماع امني قبلها الترتيبات ايه مش هزاي واللي هتتحرك الساعة كامل بس بتاع النادي واللي هتتحرك منين كل حاجة كل حاجة ترتيبت بس انا بقيت بقى بالجواب ده اللي هو اللي هو كل متين وباك طب الوضع ايه اللي خلال فترة الجاه كابتن خالد اللعيبة انا ما عرفش يعني انت مش عايز اقول لك طبعا على النهاردة اول حاجة انا بصراحة امدلح لما جالك طب مش عارف ابلغ الموديل الفني الصراحة ولا الموديل الفني اللي هيبنادي الردل الموديل الفني الجنالي اهوا هو مستغرط طبعا هو مجهور يبش كده يعني انا ما شوف لك المتصوط بك من غير سبب ومن غير ما تتحدد لها معادي ومن غير ما تتقول اصلا هتتعب ولا مش بتاعب ثاني. وطبعا الموضوع هو بالنسبة له وهو مش بتادة الكلام ده. انا باعد اشرح له يعني باعد يعني اقول له ما الطبيعي بيحصل. انما هو طبعا هو مش بتادة. طبعا. انا في الوقت الكمان انا فعلا مش عارف مالغ الناس اقولهم ايه. يعني اللعيب الطاردة جاي بيكا بني تقول لي يا كتن طب هنعمل ايه. يعني هنروح فين. هنتمرن. طب هنقعد في البيت. طب هتلعباتش ولا لا. فانت برضو انا مش عارف ارد على حد. عارف اقول لهم حاجة. يعني. انا انا بجد. حتى كابتن عمر نور ده الكلمة اللي يعني. هنعمل ايه? هنرحين فين? برنامج يعني احط برنامج على سات. على فيما. يا كابتن خالد دلوقتي كان جالكم برضو من ضمن الخطابات الموجهة قبل المباراة. برضو قبل المباراة بحالة اربعة ايام ان ايقاف الكابتن عمر انور والايقاف بتاعه وساري ومدارب حراس الكلام ده كله كان واضح في الخطابات اللي بعتت عاد الكورة. اه طبعا. يعني احنا يعني احنا طبعا التيوب كان واضح ان الايقاف ساري على كابتن عمر نادي برنامج في الخطابات. انا اللعبة دي ما يفعل الجواب. اما لما بتخلص الايقاف بتاعها فوقت بيتها. كلام واضح. يعني. كلام مفوش. يعني مفوش كلام تاني. كلم واضح جدا. خلاص. احنا جائزين نلعب مطر. هو من الواضح ان في فيه تخبط طبعا ما فيش يعني. طب في حاجة تانية يا كابتن خالد. يعني دايما عشان تخطط صح بيكون في رؤية حوالي ثلاثة اربع سنين في مسابات الناشئين. هل انت النهار ده كرئيس كتاعة الناشئين عارف السنة جاية تلعب مسابات ايه ولا ما تعرفش? الو? كابتن خالد? كابتن خالد? كابتن خالد معنا على التلفون يا شباب ولا فصل طيب. يعني كابتن خالد بيبو يعني اوضح الرؤية. اللعبة كانت مستعدة اه قبل المباراة بتمانية واربعين ساعة. الغال مباراة بدون اي اسباب. عايز استعرض مع حضراتكم الخطاب التاني برضو. احنا استعرضنا الخطاب الاول. الانتحاد المصر قوة القدم. يوم ستاشر خمسة. قال للنادي الاهلي والزمالك في مباراة يوم ستة وعشرين في ملعب السكة ساعة اربعة بلواحي المباراة. الخطاب التاني جاي من منطقة القاهرة للمدير التنفيذي للاهلي والزمالك. النهاردة يسعدني ان اهدي سياداتكم ارق تحيات رئيس وعضاء مجلس دارة فرع القاهرة القدم وتحيات الشخصية بالاشارة للموضوع آآ آآ وبناء على تعليمات الاتحاد المصري لقرأة القدم. اللا بتاريخ ستاشر خمسة عشرين وعشرين التي اسندت مسؤولية التنظيم لفرع القاهرة لقرأة القدم وتطبيقا للاجراءات التنفيذية نرجو موافتنا بكشف اسماء خمسة وعشرين فرد المسموح لهم بدخول المباراة من كل نادي وذلك في موعد اقصاء يوم الاتنين اربعة وعشرين خمسة قبل المباراة بيومين. النهاردة منطقة القاهرة عملت شغلها يعني مضبوط وبعتت للاهل والزمالك علشان تشوف عدد حضور المباراة الخمسة وعشرين. طيب نروح مرة تانية للكابتن خالد بيمو. يا النهاردة علشان آه علشان تقدر تنظم او تقدر يعني مستقبل الكورة تقدر تخطط لتاعة اربعة سين قدام. هل النهاردة انت وحاك مسؤول عن قطاع النشيب النادي الاهلي. تعرف المسابقات اللي هتلعبها او هتقدر تشارع عليها للسنة الجاية آآ هيكون عندك موليد تسعة وتسعين هل عندك موليد الفين واحد عندك موليد الفين. جاء لك خطاب بالكلام ده ولا لسه الدنيا احنا شغالين بس السنة دي يعني بنحاول نلملم اوراقنا. والله كنت تبدو تدام الغد لوقتي انت عرف احنا في النادي الاهلي بمشتغل برة لات. ام. انما قالوا وعلى الموقع الغازي بتاع التحاد وكلام نقول له انا ما ما ندارش ناخد بي او نحط عليه. او الله. اشتر سي غلينة. ام. انا الغد لوقتي لغات اللحظة دي. او شر انت كان الغد لقتي بس حالف هلعب ماتش تسعين ولا لا. اعرف هلعبين انا كه. انا ما اعرف هلعب تسعين او اللا. يعني يعني. انا عشاء. ما قدش بقالو شهر ومصر متعرفة حد متعرفة لحظة. اه. فده طبعا لمدلال الموضوع اه يعني موضوع صعب. انما انت بطيق لو شؤالك. انا الغد الوقتي ما جاليش اي حاجة بسمي. تقول السنة جاء هلعب ايه. اه او هلعب اه ايه المنطقة او ايه جمهورية او ايه. طبعا. يعني انا مش عارف الان الغد الوقتي لسه ما 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 عنديش اي بيان واضح للمسلم الجاي. انت خطيط من الاتحاد مصر لكرة القضمة. عشان ما اضعيش كهداف يعني. طيب. حل دلوقتي النهاردة اقطعنا شيء بالناد الاهلي ممكن يبعد خطاب لاتحاد الكرة. اه يقول له بلاغني النهاردة بموعد المباراة ازا كانت هتتلاعب ولا لا? والله يا بس. ولا ده لسه. ملف كله طبعا موجود في مادي وبيد ريس كويس اوي. وحنا بتعرف احنا بنروض المؤسسي. يعني انا ما اضعش اتكلم بحاجة الا لما يعني القراضي يطلع عليه وان انا اتكلم فيه يعني. انا ما اغدر هذه انا ما عندش اي بلان واضح حتى للرد على خطاب اللي جيني من الحاد يعني. واحنا بنقول لك يا كابتن خاد ربنا يكون فعونكو في الوضع الحالي. يعني الشكل الكريسي اللي احنا بنمر بيه دلوقتي فيه الكرة في مصر وعدم تنظيم وتفصيل لواح. فاحنا بنشكر حاك شكرا جزيلا وربنا يوفاكو خلال الفترة القادمة. عايزة استعرض مع حضراتكو برضو هروح للخطابات مرة اخرى. النهاردة المنطقة القاهرة لما بعتت للنادي الاهلي والنادي الاهلي بعت كشف بحضور الخمسة وعشرين فرض. نستعرض برضو مع حضراتكو كل الخطابات اللي اتبعتت من اتحاد الكورة منطقة القاهرة للنادي الاهلي والنادي الاهلي كان بيرد. ده بالنسبة لمنطقة او فرع القاهرة يوم ستاشر خمسة الجواب او الخطاب اللي بعتوه للاهلي والزمالك علشان يستعجلوا الرد فيه ان كل نادي يبعت الخمسة وعشرين فرض المسموح لهم بدخول المباراة وده يوم اربعة وعشرين خمسة. نروح للخطاب اللي بعديه. الخطاب اللي بعديه ده النادي النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى بعت كشف الخمسة وعشرين فرض. خمسة وعشرين فرض فيهم يعني هؤلاء الاسماء سريعة. كابتن محسن كابتن زكريا كابتن خالد بيبو مايكل بروكي. يعني ده ابرز الاسماء اللي كانت موجودة النادي الاهلي ماشي بشكل رسمي. نروح للجواب اللي بعد كده. ده كشف الخمسة وعشرين اسم. نروح للخطاب اللي بعد كده. الخطاب اللي بعد كده موجه من الاتحاد المصري لكرة القدم. مبارح الجواب ده اتبعت اربعة عصرا. ساعة اربعة عصرا. اربعة وعشرين خمسة. مهمة اوي التوقيت ومهمة اوي الساعات. اتحاد المصري بيقول للنادي الاهلي في عقوبات عندك على اجهزة فنية العقوبات دي سارية. بمعنى النهار ده عندك كابتن عمر انور عنده اقاف من مباراة سابقة. الاقاف بتاعه ماشي. كانت الاقاف من يوم حداشر اربعة عشرين واحد وعشرين كانت في مباراة امبي. ده ماشي. النهار ده ايضا الكابتن يهاب خميس مدرب حراس مار مفريد تساعة تسعين عنده اقاف برضو موقوف. كابتن سيد غريب مدير فني الفين واحد ده برضو موقوف. فالنهار ده اتحاد الكرة بيبعت بشكل رسمي للنادي الاهلي علشان الاقافات اللي عنده. علشان المباراة ما ينفعش المدربين دول اللي يكونوا موجودين في المباراة. ده اربعة عصرا. نروح للجواب بقى الكارسي. الجواب الكارسي ازا ما احنا شافينه ده محضراتكم ده الساعة ستة يوم اربعة وعشرين او يوم اربعة وعشرين اه خمسة. ده بشأن مباراة الاهلي والزمالك الحاقا لخطابنا بتاريخ ستاشر خمسة. عشرين واحد وعشرين بشأن قرار ادارة المسابقات باقامة مباراة بين الزمالك والاهلي مولي تسعة وتسعين يوم الاربعة. الموافق ستة وعشرين خمسة. عشرين واحد وعشرين بملعب السكة الحديد. قرر الاتحاد عدم اقامة المباراة المذكورة في الموعد المحدد. النهاردة اتحاد الكرة انهى الموضوع ده كله بحوالي اربع كلمات. قرر الاتحاد عدم اقامة المباراة المذكورة. طب ايه اللي حصل? يعني ايه اللي حصل النهاردة? علشان من الساعة اربعة يوم اربعة وعشرين خمسة. للساعة ستة او من اربعة وعشرين خمسة. بعدها بساعتين. الغي المباراة. ايه السبب? النهاردة علشان الغي لازم ابعت. اقول واحد اتنين تلاتة. بسبب واحد اتنين تلاتة. يبقى النهاردة كمان في الخطوات انت بتبعتها للاندي. طب ايه سبب الالغاء? عارفين سبب الالغاء? سبب الالغاء ان النهاردة مشاركة سيف فاروق جعفر كانت مع نادي الزمالك لا يحق له المشاركة. في مباراة طلع الجيش. والنادي الاهلي بعت لاتحاد الكرة واعترض على هذا الامر. وقال هذا آآ المشاركة بطلة. والنهاردة انت كاتحاد كرة انت خلفت اللوايح. لما بعت للنادي الزمالك خطاب يحق ليه المشاركة للعبين. وكنا استعرضنا قبل كده. اللايحة بتقول النهاردة لازم. واحنا خليباك احنا مش ضد آآ سيف فاروق جعفر او ضد اي لعب ناشئ بالعكس. احنا بنتمنى كل الناشئين في الاهلي والزمالك وامبي والموالين. كل الاندية وكل الناشئين. انها تكون موجودة مع الفريل الاول. احنا في الاساس برنامج اشبال. ده بالعكس احنا اللي بننور الطريق للاشبال عشان يكونوا موجودين مع الفريل الاول. لكن احنا ضد المخالفة او مخالفة اللوايح والقوانين. احنا ضد كده. ضد ان انا النهاردة افصل ليحة على المزاج. هو احنا ضد كده. النادي الاهلي دايما يعني بيحترم القوانين وبيحترم آآ اللوايح. علشان كده النادي الاهلي دايما يعني تلاقيه في المقدمة. النهاردة حتت مشاركة سفر وجعفر في مناطرة الجيش كانت باطلة ولا يحق له المشاركة. الا الاول مباراة الاهلي والزمالك تتلعب ويتويف فيها وبعد كده الايقاف بيتمسى ريانه في مع مباراة الفريل الاول. اتحاد الكرة خالف الموضوع ده. علشان كده مباراة الاهلي والزمالك مش هتتلعب. وانا بقول له حضراتكم المباراة مش هتتلعب. عشان اتحاد الكرة خالف اللوايح. والنادي الاهلي في النهاية. والنادي الاهلي في النهاية مش هسيب حقوقه. وكله برضو باللوايح. دي كانت قضية التسعة وتسعين. نروح ايضا لمباراة مهمة وفريق مهم في النادي الاهلي في كتاعة الناشيب. النادي الاهلي هو فريق الفين وتلاتة. ونروح للخبر ده النادي الاهلي بكرة ان شاء الله. يعني هيلعب امام طلاع الجيش في مباراة مهمة جدا في نهاية الدولة. يتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ويقدروا يحصدوا البطولة فريق 2003 جاي من بعيد كابتن شريف عبد الفضيل الأمانة السندي عامل معهم شغل كبير جدا عندنا 99 لو كانت لعب أو هو من الأول واخد البطولة لولا المبالاة الفاصلة عندنا 2001 أخد البطولة واحتفلنا بهم هنا عندنا 2006 بالقرعة كسب البطولة القرعة ما بين الأهلي والإنتاج الحربي وعندنا الفريق الرابع هو فريق 2003 عندنا أربع فرق في قطاع الناشئين السندي بنفسه على كل البطولات وكمان يعني ما شاء الله 2003 لو كسب بكرة مع تعادل الزمالك أو تعصر الزمالك يلعب مباراة قوية جدا أمام فريق أمبي نتمنى إن شاء الله فريق أمبي التوفيق إننادي الأهلي يتوج بكرة بالبطولة لكن أهلي 2003 كان فاز نشوف الخبر ده مع حضراتكم كان فاز على أمبي بسلسية في ملاعب الناشئين من نديد نصر آسف في ملاعب أمبي كان أحرز الأهداف سمير محمد هدفين أميدو أسامة هدف وأيضا في الجولة 16 فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 نروح نشوف مع بعض أهداف اللي قاون نرجع لحضراتكم مرة تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دي كانت أهداف لعبي الأهلي 2003 بعد فوزهم على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 أيضا نروح نشوف التقرير ده بعد الفوز مع لعبي النادي الأهلي نروح نشوف نروح نشوف مهمة قربنا من الزمالك فرق نوتتين إن شاء الله فضل موتشين إن شاء الله إنا كلنا مركزين في الموتشين يجيين دوننا نكسبهم أي أن كانت النتائج التانية إيه ونرم بنا يا كريمنا إن شاء الله طبعا كابتين خليتكلم عن نهاردة أنه كان شادا عن أداء وده طبعا حقه وفعلا نهاردة أداءنا مش ليس زي الأداء المعتاد بتاعنا بس طبعا النهاردة أنت فاهم طبعا ضغط موتشات ولسه العام تسعين ديه ضد الزمالك في الزمالك وإن كان موتش صعب والجو كان صعب فالنهاردة الحمد لله إحنا قدرنا نطلع بالثلاث نقط بقى قل الخساري وإن شاء الله بقى وعد كابتين خالد من خلالك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله والله يعني الحمد لله ده شغل طبعا في التمرين في التمرين بناخده على طول مع كابتين شريف فشغل على طول جوال 18 وإن الهف لازم يضمه ويشتغل على الجوم كتير فالحمد لله ده مجهود يعني في التمرين والحمد لله ربنا كرمنا نارضة بالجوم أنا بدأت أجري وأتأهل يعني إن شاء الله لأرجع الملعب ورايب يعني كمان شعر شعرين كده بإذن الله بقى متاقد مع الفريق وهو يعني شغل في الجيم كويس يعني مع كابتين حسن وكابتين كريم وكابتين طاري وإن شاء الله ربنا يسعر يعني كنا متعدلين في الأول مراكدة كنا كذبين واحد سفر بأكيد هم متعدلوا معنا في المورات صعبت شوية بس حمد لله رجعنا في النتيجة تاني وجبنا جون وماتش غلس تنين واحد حمد لله يعني كسبنا والتاني حاجة أنا آيه بدأت المسم ما بشاركش كتير بس حمد لله يعني اكتهدت وبدأت بقلي تقريبا عشر ماتشات وبلعب بياني الحمد لله الواحد ما بيبقى بعيد بي أزعله نكيد بس ما بخليش الزعلي أثر على مستوى في الملعب فببقى لكن الزعل على جنب وبحاول مستوى كويس في الملعب وهو ده اللي خلاني ألعب بعد كده لكن مستوى كويس في التمرينات طبعا احنا بنحفز بعضه ونقود الماتش بماتش ونقاتل في كل ماتش إن شاء الله لحد ما نقود البطول كابتن خليبيو طبعا من شاء الله على الأذاء وطالبنا اللي احنا نركز في المتوشات الجاية أكثر من كده وإن شاء الله سيكون الجاية أحسن دي كانت لقاءات مع لعب النادي الأهلي نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق بكرة في المغرأة المهمة جدا أمام طلع الجيش نروح أيضا للقاءات مع الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا كمس ست سنين في النادي سيراميكا كليوباترا إن إحنا عندنا مجموعة لعيبة محترمة جدا كويسة جدا بنهدف إن إحنا تبقى موجودة في الدرجة الأولى وزي أنت ما قلت حضرتك إن ده أول اختبار لنا في دور الجمهورية لك أنت تتخيل ما عندش حمد لله لا لعيب مسنن ولا لعيب مزور فيه خمس لعيبة من البل قعب النهاردة كلهم 2004 فده حد ذاته نجاح أنا قبل ما تش نهاردة كنت الرابع بعد الكنزة مالك الأهلي أمبي أنا كان ترتيب الرابع فأنا شايف إن ده كأول موسم لنا مش وحش كويس إحتكاك لنا وإن شاء الله بالموسم جاي بالنسبة لنا أحسن إن شاء الله بإذن الله طبعا النادي أهلي اسم كبير بس إحنا متعامل مع كل مبرايات على نفس المستوى ونفس الاهتمام ونفس التقادير يعني أنا عرف إن نهاردة المتشين الأسبوات الأسبوع الجاي هما حديدوا بضل الدوري بالنسبة لنادي الأهلي النادي الزامالك أنا عرف إن أهلي المتشين الفات كسب بالنادي الزامالك فإحنا مع العيبة عملنا إحنا بقى خارجي من نفسنا الرابع فكنا أهدى نوعا ما حتى كنت شايف كابتشريف شوية منفعل نتيجة متأخرة شوية إنما أداء راقب النادي الأهلي والحمد لله برضو نزيل الحراق قلت إحنا دينا نسبة تواجدنا على المستوى الفني وعلى المستوى الخططي وده في حد ذاته حاجة كويسة بالنسبة لنا إن شاء الله أنا قلت لهم قبل المباراة في الآخر هي بوراة بثلاث نقاط يهمنا يبقى في مركز كويس يهمنا نقدم للنادي الأهلي يشوف نادي سبيك كيلوباترة أداء وعمل إزاي قدرة المداربين عندنا في إدارة مباراتها في الآخر أنا بشكرهم بقول لهم أن تؤديوا تموسلم كويس فإن شاء الله أسبوع جاء عندنا الزمالك إن شاء الله برضو نقدر أداء راقية لقبيلنا إن شاء الله بإذن الله والأحسن هو اللي يأخذ بطولة بإذن الله باللعب طبعا اسم كبير اسم النادي الأهلي أحسن نادي في أفركيا أحسن نادي في كمهورية مصر العربية أول سنة لنا جمهورية الحمد لله الحمد لله بشكل كبير قدرنا نحقق الأهداف المرجوعة مننا عملنا نتائج كويسة مع فرق لها اسم كبير زي نادي الأهلي نادي الزمالك نادي المقاولين أول احتكاك حقيقي لنا في بطولة جمهورية أكبر بطولة نشئيين على مستوى الجمهورية فالحمد لله على كل حال إحنا بنحاول نشيل الضغط النفس دايما على اللعبين في أي مطشاط بنقدر نواجهها بنواجهها أسامي كبيرة دايما بنحاول نوصل للعيبا ده مطش بتلتة بونت في نهاية المطاف طبعا نادي الأهلي ليه احترامه تقديره زي نادي الزمالك زي نادي المقاولين كل الفرق اللي بنواجهها بنحاول نحن نوصل للعيبا اشتغل كورتك اشتغل الشغل اللي انت بتشتغله في التمرين بنحاول نشيل بنعمل مع أي ضغوط والحمد لله للأمانة العميد شامل دراز رئيس قطاع الناشئين في السراميكا كليو بطرا عمل شغل هيل جدا عمل قطاع الناشئين محترم نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق وضعت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح وبإشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي خطة شاملة لتطوير قطاع الناشئين بدأت من الاستعانة بخبير متخصص في هذا السن وهو تشيكيو بروكتش خطة طويلة وقصيرة الأمد لتحقيق الاستفادة القصوى من كنز النادي من الناشئين شاملت خطة التطوير مفاهيم عديدة وقد بدأ جني الثمار بخروج لاعبين صغار السن للإعارة في أندية الدور للحصول على الخبرات وبعضهم سوف يذهبوا إلى أوروبا وآخرون تم تصعيدهم للفريق الأول وحجزوا أماكنهم مثل أحمد نبيل كوكا لم ولن يتوقف جني الثمار العمل والاكتهاد والخطط العلمية المدروسة والتي لم تقتصر وتتوقف عن قطاع الناشئين في الأهلي ولكنها في كل أرجاء وقطاعات النادي وأيضا في براعم الكرة الذي يحظى بتركيز شديد وعناية خاصة من لجنة التخطيط وخالد بيبو مدير القطاع اليوم في الأشبال معنا نجوم الأهل السابقون حسين شكري مدير فني موليد 2007 وأحمد حسن دروجبة المدرب العام لفريق موليد 2009 للحديث عن براعم الأهلي ومواهبنا الصغيرة نجوم بكرة في القلعة الحمراء أهلا بحضراتكم من جديد علشان دايما تتطمن على مستقبل النادي الأهلي لازم تتطمن على الأساس علشان تبني عمارة وتطلع براحتك كذا دور وتتطمن على مستقبل النادي الأهلي لازم تتطمن على الأهلي الأساس النادي الأهلي هو براعم النادي الأهلي لو عايز تتفرج بقى على المتعة في الكرة والمواهب والمهارات لازم تنزل تتفرج على مدرسة الكورة مدرسة الكورة ما شاء الله عندنا لعيبة وعندنا مواهب وايضا كمان عندنا مدربين عندهم خبرات كبيرة في التعامل مع السن ده ان السن ده محتاج تعامل خاص ازاي توصل لولد عنده تسع سنين وعنده عشر سنين وعنده حداشر سنة ازاي توصل لتفكيره علشان تقدر توصله المعلومة بشكل سهل زي المدرس بالزبط في المدرسة النهاردة يعني في البداية برحب يعني باتنين مدربين كبار معايا النهاردة في براعم النادي الاهلي نبتدي بالكابتن حسين شكري منورنا وشرفنا كابتن حسين بني عزك انا بتشرف ان انا موجود مع احد لك طبعا كابتن احمد حسين دروكبة دروكبة ناشاء دروكبة صح منورنا يا كابتن ربنا يخليك يا كابتن قسامة طبعا انا مبسوط ان انا معك وبأتمنى لك التوفيه ومعك كابتن حسين طبعا وبأتمنى التوفيه لكل اسرة البرنين ان شاء الله نبتدي بقى كابتن حسين طمننا في البداية بقى على برع من نادي الالي. يعني الحمد لله رب العالمين دايما المستقبل نادي الالي مشرق. عندنا لعبة ما شاء الله مميزين. من كل النواحي الفنية والمهارية. وانت عارف ان حضرتك برضو ان احنا في الشغل في النادي الالي ما بنشتغلش كرة وبس. احنا بنشتغل دايما الكرة ودايما جنبيها الحاجات كتيرة جدا. زي ما طبعا الكابتن كان لما عمل معنا في بداية الموسم اجتماع وكده. كان اكد برضو على العنصر بتاع الولاد في المراحل التعليمية. يعني لازم الولد برضو زي ما بيدي حقه في الملعب وفي الكرة والكلام دا كله. لازم يكون ان هو متفوق دراسيا. جانب بقى الحاجات اللي انت عارف حضرتك برضو اللي هي المبادئ بتاعت النادي الالي والكلام دا كله. ازاي ان انت بتطيع المدرب ازاي ان انت بتنبدري ازاي ان انت بتحاول ان انت تكون كويس. ان انت بتلعب في النادي الاهلي انت غير اي حد تاني. طبعا. ان انت لازم تكون دايما متفوق حتى في دراستك حتى في النادي الاهلي ما بيقبلش انت عارف غير المركز الاول سواء صغيرين او كبار. في حاجات كتيرة جنب الكرة برضو انت بتحاول ان انت تديها للولاد. بحيس ان انت لما بيطلع عندك عنصر زي ما حضرتك تفضلت وقلت في البداية ان انت عايز تبني عمارة. فلازم الاول الاساس بالزبط ان انت تعمل الاساس كويس عشان كله انت طالع تبقى انت مستريح. ما عندكش مشكلة في حاجة. فالاساس عندنا في النادي الاهلي. البراعم آآ لازم يبقوا متأسسين كويس. يبقوا واخدين كل العناصر اللي بتهيق اللي بتهيقهم ان هما يطلعوا ان شاء الله بأمر الله ان هما يبقوا لقعيبة مميزة في الفريق الاول بأمر الله. كابتنى احمد اول سنة لك في التدريب ولا سبق لي? لا انا اشتغلت من اربع سنين كده اشتغلت في اكتاع الناشئين في نادي المقاولين. كنت مسك اه مسكت اه الفين وستة و الفين وتلاتة و الفين واربعة. كويس. اه اخدت معهم بطولة اه دوري. اه اخدت برضو بطولة دولية في اليونان. اه ده دي تاني سنة يعتبر مع نادي الاهلي. اه. دي المسم التاني ليه? المسم التاني اه. اشتغلت اه قبل كده الفين وستة و الفين وتلاتة و الفين واربعة اعمار سنية كبيرة. لكن الشغل في البراعم الولادة الصغيرة مختلف شوية. ايه اللي اختلاف ما بين السن الكبير والسن الصغير? آآ كل طبعا كل سن بيفرق يا كابتن يعني السن البراعم ده بيبقى صعب شوية ومش وفعلا ما بيبقاش محتاج اي مدرب يعني. آآ. انا دايما بقول ان المدرب اللي بيبقى ماسك الاعمار السنية الصغيرة ده بيبقى مدرب كبير فكرة كبير لان هو ده الاساس زي ما احنا ما بنقول. آآ رقم اتنين برضو احنا بنحاول آآ بنحاول يعني اكتر حاجة بنشتغل عليها ان ازاي ان نفاهم الولد انت بتلعب في النادي الاهلي وكمة النادي الاهلي. آآ. فدايما بنضرب امثال بال بالمدربين الكبار باللعبات كبيرة باسم النادي الاهلي ببطولات النادي الاهلي. يعني انت النهاردة ممكن مباراة يكون الفريد اولا اللاعبها. بيتضرب مثل تاني يوم في التدريب للولد الصغير بأفشة وبعمر صليا وساعد سمير وايمن اشرف. انا عن نفسها يا كابتن لما باجي اكلم ولد بقوله انت مثلا استرايكر. اه اتفرج على مثلا محمد شريف. اتفرج على على مروان. اتفرج على كزا. اه بلعب مدافع. شوف الناس دي بتتحرك ازاي. شوف الناس دي بتشتغل ازاي. ايه الاخطاء اللي بيقع فيها انت تاني يوم. اه في تمرين في تقسيمة في سمول جيم تقدر تشتغل الكلام ده. كويس. كابتن حسين عايز ارجع لورا شوية بقى في عمليتي الاختيارات. ان عمليتي الاختيار دي مهمة وصعبة في نفس الوقت. انت النهاردة في الاختبارات او في في نص الموسم بيجي لك مجموعة وعايز يعني تشوفها. عشان تضمها. ايه اللي بيقع مسلا من عينك على الولد ده? هل الكوة الجسمانية? هل المهارة? اه الشخصية ممكن تبان في السن ده? السن الصغير ده? ولا لا? طبعا. اه. في ولاد بيبقى عندهم شخصية. اه. من حسن حصدي انا طبعا ان انا اه الالفين وتسعة. اه. والالفين وعشرة. والالفين وحداشر. اه. بدأوا معايا من البداية. اه. ودول كانوا اللي هما لسه ما بيبقى لهمش زي المهرجانات بتاعة البراعم. فانت اللي دخلت. اه يعني دول اللي بتأسسوا قبل الدوريات. قبل المهرجانات. بضبط. اه. ودي اصعب مرحلة. يعني المراحل اللي بعد كده ممكن يبقى الولد خد شوية اسسيات الكلام ده كله. اه. فتبدأ تبني على حاجات هو خدها قبل كده. كويس. فبالنسبة لنا كان يعني من حظي. مم. الحمد لله رب العالمين يعني. والحمد لله فضل ونعمى من عند ربنا. ان ان التلات اعمار اللي هما اللي موجودين دول. التسعة والعشرة والحداشر. انا اللي كنت المدير الفني بتاعهم. مم. فدخلوا ودلوقتي ما شاء الله شغالين حتى اه احمد كان معاه السنة اللي فاتت اه تقريبا كان شغال مع الالفين وتسعة. مم. فيهم معناصر الحمد لله مميزة. انت كابتن بتاخد اه لما بتيجي بتبص على 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 الولاد. في كزا طريقة لل. الانتقاء. بتاع الولاد. اه. يعني انت بتبص على المهار. اه. يعني في مدرسة. اه يعني هسيبك تكمل النقطة دي. في مدرسة يقول لك اختار الجسم. في البراعن. عشان اقدر اكسب لي بطولة. وانا اقدر اوظفه. واعلمه. وفي واحد يقول لك لا حتى لو الجسمه ليل انا باخده. ان ده في سن النمو المهار هتفرق. بدل عنده. انا من المدرسة التانية. مدرسة المهارة. مدرسة المهارة. المهارة والتأسيس طول ما انت عندك المهارة اللي موجودة ما هي الكورة ايه? الكورة لازم تكون لو يعني نقولها زي بالبلد دي كده. لازم تكون بتعرف تلعب كورة. طب. لا لو بالجسم وكلام اه. بالزبط. عشان تقدر تبني بعد كده. وان انت تقدر تقدر ان انت تطور المهارة دي. في كل بقى المناحي بتاعتها. اه. سواء خططية تكتكية الكلام ده كله. التأسيس ده كله ان انت تشتغل تشتغل عليها. اه. اه. انما انا لو خدت جسمه قوي. دلوقتي. طب ما هو بعدين. لما يوصل ستاشر سمعتاشر سنة. ما القوة دي هتتساوك. اه. واخد بال حضرتك ازاي? فاللي هيعيش مين? اللي هيعيش اللي عنده. المهارة. لانه كده في لسه مرحلة نمو بلوه والكلام ده كله. اه. لما هتيجي بعد كده هوت. اللي عنده الاساسيات بقى. اللي تعلم واللي عنده المهارة واللي عنده الفكر ولا. ودايما في في الجزئية ديت حضرتك بتتكلم على الشخصية. اه. الولاد بتبان 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 عليها. لان مش اي حد يجي يلعب في النادي الاهلي. ممكن يبقى لعيب كويس. اه. كل اللاعبة على فكرة اللي معظم اللاعبة اللي بتيجي النادي الاهلي لعبة كويسة. مش شرط ان هو مش ان هو ان هو وحش. لا. لعبة كويسة وكل حاجة. بس ممكن ما يبقىش شخصيته شخصية النادي الاهلي. بستحمل انه مكسب طول الوقت. بالزبط. اه انك. في القرارات نفسها لانك انت كمان في المرحلة السنية دي اه كابتن وانت بتشتغل. في ناس كتيرة بتشتغل للشغل العادي. انت لازم تشتغل مع الولاد في السن دوت على ان ازاي وهو بيلعب كورة ان هو يفكر. لازم ان هو على العامل الزهني دوت ان انت لازم تشتغل على العامل الزهني بتاعه. كل الولاد بتلعب كورة. كل الناس بتلعب كورة. بس من اللي كرة وهو بيفكر. ده طبعا لان دي اللي هتديك بعد كده. ان تسهل عليك مرحلة التطور بتاع الولد ان هو بيبقى بيفكر في كل المواقف اللي في الملعب. يبقى هو زينه حاضر وبيشتغل. ويقدر ان هو يشتغل ويفكر. انت بتدي له اساسيات. وفي الاخر خلص بتقول له ايه? انت صاحب القرار. صح. بتبني انت شخص. لا انت كمان بتبني له الشخصية بتاعته وبتساعده. ان هو يبقى هو صاحب القرار. انت بتدي له حلول. ثلاثة اربع حلول. وفي الاخر بتقول له انت اللي هتتصرف بشهر. اه. درقبة قبل ما بيقولولي عزيزي روح فاصي بس عايز اخد منك اجابة للسؤال ده. ازاي ما نتغير? عن زماننا وزامن الكابتن حسين وقبل كده. دلوقتي السوشيال ميديا بيت خلاص موجودة وشيء واقعي في الحياة. ازاي بتتعاملوا مع الوقت الصغيرة ممكن تلاقي دلوقتي عادي متعايش مع السوشيال ميديا وليه فيسبوك وليه تويتر وليه انستجرام. في السن الصغير تسع سين وعشر سنين. هل بتوجهوا? هل بتكلموا في النقط دي? طبعا يا كابتن اكيد لازم طبعا بنتكلم مع مما الاولاد ما شاء الله خلي بالك يعني العقول بتاع الايام دي تختلف خالص يعني ما شاء الله الاولاد زكية جدا. يعني انا بصراحة اه في بداية الموسم انا اتفاجئت يعني انا انا قلت لحضرتك انا اشتغلت في المقاولين. فكان فيه فيه لعيبة اه وانت بتشرح التمرين لو اه جمع المركبة او حاجة فممكن ولد ما يستوعبش الكلام. اه. لكن دول ما شاء الله يعني فرقة الفين وتسعة كانوا عشر سنين. كانوا اه 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 سنة. اه. لما تيجي تشرح لولد قبل ما تعمل نموذج احنا دايما. انا الاول يا كابتن كان كنا بنستنى المدرب يعمل نموذج ينزل الملعب ويعمل النموذج. اه. دلوقتي انا اقول الله لو بشرح كده بالكلام. اه. الاولاد ما شاء الله بتفهم الكلام وبينفزه بسرعة جدا. كويس. انا كنت بس اعلق على كابتن قسامة في اه كابتن حسين في ثانية كده كابتن على موضوع السن الاولاد هو الاعمار دي يا كابتن متقلبة. اه. اه. يا ممكن تلاقي ولد. السنة دي جسمه ضعيف جدا. سنة جاية تلاقي النمو زاد. اه. زاد كمان فيه اولاد. اه. الاكسام بتاعتهم كبيرة. دول ما بيكملوش في الكورة. يعني انت بتحتاجهم لفترة معينة. اه. لان البرعان يا كابتن اه فيه بتلعب مسلا اه. خانس اقول اه. اه. السن اللي اكبر من كده بيبقى اه سبع وجود. اه. فلما يطلع من التمنتاشر للتمنتاشر بتلاقي الوضع تغير. بتلاقي الفكر بتاعته تغير. ففي مدربين بتاخد الجسم الكبير ده بتستفاد بيه بس. في الملعب الخماسي والكلام ده لمن فترة معينة. بالزبط. اه. لكن بعد كده طبعا. انا بقى كابتن حسين ان انت تختاري الموهبة اللي هتكمل. تمام. وانا معكم بقيتفل معاكم ان الموهبة هي اللي بتستمر. شو بالزبط. والمهارات هي اللي بتستمر. عايز اسألكو عن دور بروكتش بقى. مدير الفني الاجنبي. هو ما شاء الله عامل شغل هايل في اه اه اقطاع النشيب الناد الاهلي. عايز اسأله بقى عن دوره اه يعني تقولولي دوره كمان في البرعام هاخد الاجابة ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. التباسة الضيوفي يعني عن مايكل بروكتش المدير الفني الاجنبي. ما شاء الله عامل يعني طفرة كبيرة في قطاع النشيب الناد الاهلي. وده كمان يعني شايفينه في النتائج. تسعة وتسعين يعني لولا المباراة الفصيلة اللي مش عارفين ها تتلعب السنة دي ولا السنة الجاية على بعد عشر سنين. كان الناد الاهلي ياخد البطولة. الفين وواحد حال بطولة. آآ الفين وتلاتة متمنى لهم التوفيه. ان شاء الله بكرة في المباراة. اخر مباراة في الدوري ان شاء الله من طلع الجيش. آآ الفين وستة حسم البطولة. كل البطولات اللي استمرت في قطاع النشيب الناد الاهلي. بطولات الجمهورية. الناد الاهلي الحمد لله. يعتبر العلامة الكاملة. هنستألهم بقى عن براعم النادي الاهل ودوره كمان مع البراعم من مدرسة الكورة. بيكون دور مهم. كابتن حسين دور مايكل بقى. مع البراعم بينزلوكوا التدريب. فيه توجهات للمدربين. فيه توجهات للعيبة. الاجتماعات المستمرة داما مع مايكل بروكش. هو في الحقيقة راجل اولا على المستوى الانساني تعمل واحترام جدا. كويس. تعمل كويس جدا. اه وبعدين في ميزة كمان تانية ان المحاضرات بتاعته. يعني انت مش جايب حد مسلا ماسك القطاع الفني للبراعم او للنشئين. انت جايب محاضر اجنبي من برا لان احنا كل فترة فيه محاضرات دايما مع بعض سواء مع القطاع النشئين فوق او مع البراعم. بينقعد مع بعض لو في اسئلة لو في حاجات هو جديدة هو بيدهنة طرق اللعب. اه عمل حاجة اسمها المبادئ ان انت ازاي كل فرقة المبادئ ان انت ازاي تبقى التمركز بتاع الولاد في الملعب ازاي بشكل معين بيبقى بشكل معين الكلام ده كله. ان هو يسهل عليك ويسهل على اللعيبة اللي هي اللي موجودة ان انت تلعب فيما معنى الكلام كرة حديثة. اه. يعني كرة طرق اللعب والكلام ده هو كمان كان عايز يوحد طرق اللعب على قد ما يقدر في الفترات. اه دلوقتي الحراس عندنا حراس المرمة بيبقى جزء من من اللعب. اه بنحاول ان بيحاول طبعا على قد ما بيقدر ان هو يوصل لنا كل جديد في الكرة او كل حاجة جديدة بتتلعب بره او الناشئين بره او القطاعات البراعم بره انها تبقى موجودة في النادى الالي. كويس. المحاضرات كمان احنا معزم المدربين كلها اللي موجودة. ده ما بتشوف فيه لقطات دايما هو بحضر المدربين. والزبط دي باستمرار. المحاضرات دي باستمرار. باستمرارية على طول يعني موضوع المحاضرات والكلام ده كله. وبعدين ما بيبخالش على حد في حاجة. او حد عطل في اي حاجة او حابب ان هو يستفسر عن اي حاجة. دايما مكتبه مفتوح للكل. اه بقول لحضراته بيتعامل كمان معاملة بينا وبينه يعني حاجة. ما هو ده مهم جدا. متعرقية بصراحة. بيكون موجود بيكون فيه نتاج في العمل كويس. حس ان هو من 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 ولاد النادي الاهلي متربي في النادي الاهلي. يعني التعامل باحترام وبادب والكلام ده كله. المعلومة بهدوء ما بيتعصبش. حتى احنا لما بيتعصب هو اللي يعني بيكلمنا لا ايه ده. اه انا انا يعني سهل علينا في الامور في البداية خالص. قالك انا مش انا النتايج بالنسبة لي مش مش مهمة. انا المهم ان انت طرق اللعب والحاجات اللي احنا بديها للولاد والاستفادة بتاعت الولاد ان احنا ننشئ ناشئ كويس او برام كويس. ان هو يطلع يفيد النادي الاهلي. ده بالنسبة لي الاهم من اي حاجة تاني. كويس. ده بالنسبة لبروكتش يا كابتن احمد. طب بالنسبة خالد بيبو بقى. كابتن خالد بيبو عامل دور مهم جدا السنادي. كمان يعني اه في نظام في الكطاع. في توفير امكانيات كبيرة. كمان السنادي. لكل فرق كطاع ناشئ بناد لها. كابتن خالد اه بالنسبة للكطاع احنا اه كمدربين. اه. يعني اه اكتر حاجة اه بنفكر فيها ان احنا نقدر اه نكون على قد المسئولية لكابتن خالد بيبو. لان هو بيسك اه في المدربين. فطبيعي ان احنا لازم نعمل اي حاجة عشان خاطر الراجل ده. كابتن خالد بصراحة مش مخلي حد محتاج اي حاجة. يعني حتى المدربين اي حد بيحتاج اي حاجة بينزل الملعب. في ميزة يا كابتن. يعني صعب لما تلاقي راس قطاع. عارف اللعيبة. خبز. بيبقى حافز. وعارف مين كويس. ومين هيبقى مقهبة. ومين هيكمل. مين مش عارف ايه. فانا اتفاجئت بيها. والكمان الاولاد كلهم يا كابتن. كل البراعم. اه. بيحبوا كابتن خالد جدا. بما انه طبعا بصرف النظر عنه كيمة كبيرة واسم كبير. لكن الاولاد يا كابتن بيحب يشوفوه في الملعب. متواجد دايما. في حد بيبقى محتاج اي حاجة تطلع تتكلم معاه بيسمع لك. بيشوف ايه اللي نقصك. اه. يعني اللي انا اللي انا شفته الفترة الاخيرة انه هو عايزك تشتغل. اه. تبقى شغال مرتاح. اه. تبدأ الموسم. عايزك تكمل معي للنهاية. وفي نفس الوقت. اه. برضو في حتة ان احنا. اه. الامكانات كلها موجودة. كل حاجة متاحة. موفر الاهل الاهل موفر كل الامكانيات. انا شاف دلوقتي احنا بنستعرض دلوقتي. يعني ما شاء الله الملعب على اعلى مستوى. ادوات التدريب. الشكل العام. الزي الموحد الدنيا. كل حاجة متاحة كبير. بصراحة مكان متاح لك كل حاجة. اه. ما هي قليك ان انت اه. تعمل اي حاجة انت عايزها. انا عن نفسي ببنازل التمرين مستمتع. يعني اي حاجة. اي ادوات. كل الادوات طبعا موجودة. لبس بانتظام. اه. الشكل العام للمدربين. للعبين. فكل ده بصراحة. وفي ميزة كمان يا كابتن. يعني حتى خلي بالك السنة اللي فاتت. مه. في اولاد من الفريق الشباب. بدأوا يشاركوا في الفريق الاول. ودي مش يعني ما احترامي. بقى لها كتير اوة يا كابتن قسامة. يعني. تم مبسوطين وانتم شغالين في القطاع لما تشوفه. لعبها من القطاع طلعت. طبعا يا كابتن يعني خلي بالك انت انت واحد من من اولاد النادي الاهلي. ومن من الاشبال اللي طلعت وكملت. اه. كان فيه برضو واق الرياض. فيه ناس كتير انا مش عايز انسى حد. فجات فترة كده يا كابتن. ما بقاش حد جدا. الخمس ست سنين اللي فاتت الدنيا دي قلت. فبدأ كابتن خالد بيشتغل على دي. انه نقدر يطعم النادي الاهلي باللعبة الشباب. انها تقدر تبقى موجودة لان خلي بالك يا كابتن قسامة. ما حدش هيعرف قيمة النادي الاهلي غير ولاد النادي الاهلي اللي هم مطربين فيه. خلي بالك برضو ده شيء مهم. لكن هنقول برضو فيه لعبة جات النادي الاهلي وقدارت شرط النادي الاهلي. طبعا. ولو بنتكلم عن الجيل الحالي دلوقتي شوف ديانك كأنه بلعب. شوف علي معلول يعني احنا بنضرب بس مسلين. طبعا يا كابتن قسامة اللي بيخش النادي الاهلي بيتطبع بطوع النادي الاهلي. طبعا طبعا. ما بيبقاش العكس. ودي الميزة اللي في النادي الاهلي والحمد لله ربنا يدمها علينا يعني دايما ان دي اللي بتخلي النادي الاهلي انه هو مستمر دايما. اللي بيخش حتى لو فيه حاجة هو برة تعلمها غلطة او حاجة زي كده. اول ما بيخش بتحس انه هو ولد من من الجوء. كابتن خالد بس عايز اضيف على كابتن برجبة حاجة. اه. مش في البراعم بقى. في 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 الخطاع السنة دي. في تواصل اجيال جميل جدا معمول ان عمله كابتن خالد وامستر مايكل ان كل الفرق اللي موجودة بتلاقي الصغير بيطلع مع الكبير. يعني لو هتلاقي ناس من الالفين واحد بالزبط. من الالفين واحد بيلعب مع التسعة وتسعين. هتلاقي من الالفين وثلاثة بيلعب مع الالفين واحد. هتلاقي من من الالفين وآآ وستة بيلعب مع الالفين وثلاثة. فدي حاجة. كل اللعيبة وكل الاجهزة عارفة بعض. بالزبط. بالزبط. فدي حاجة كمان بتخلي فيه الفة اكتر بين اللعيبة وبين بعضها. يعني كل فرقة كان زمان مسلا ممكن يبقى الفرقة دي مختصة بذاتها لوحدها. لأ دلوقتي بقى فيه دمج بعد الدمج كمان بتاع الفرقة اللي اتعمل. اه. ان التصعيد دوت ده حاجة مهمة وبيبقى حافز للفرقة. للولاد اللي يوم الصغير ان هو عايز يبقى كويس علشان يتصعب للفرقة اللي اعلى. طيب. عايز يعني هنطع لفاصل بس قبل الفاصل هستألك واخد الرد بعد الفاصل. الصعوبات بقى اللي بتقابلكو في المهرجانات. عملية التسنين عملية ولاد وده موجود. ولاد اكبر من اولاد او من اللاعبين موجودين وده بيؤثر على المواهب الموجودة. عايز اشوف يعني ما ده الصعوبات اللي بتواجهكو في اه المهرجانات البراعم. هعرف الرد ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتل حسين كنت بقى كلمت بقى عن الصعوبات اللي بتواجهكو في المهرجانات. موضوع التسنين والتزوير. طبعا يعني هو مش تزوير على قد نتسنين. في المهرجانات بتلاقي ولاد كبيرة بتلاقي في المهرجانات. اكيد بيكون في لجان مطقة القاهرة. لكن ده بيأثر على المواهب اللي موجودة. دي مشكلة المشاكل. يعني من اكبر المشاكل اللي انت تقابلها. موضوع التسنين والتزوير. هي القصة كلها يعني حتى بعد ما يعني هم حاولوا ان هم يعملوا ان الاول براعم انت حضرتك عارف انها كان فيها اه نتائج وكده. دلوقتي لاغوا النتائج والكلام ده كله. بس برغم كده ان لسه لحد دلوقتي ان فيه فرق كتيرة برضو بتعمل القصة دي. وللأسف ان اللي بقى يعمل الكلام ده كله بقت فيها احترافية. يعني بقت صعبة جدا عن الاداريين. احنا عندنا على فكرة اداريين مميزين جدا. يعني الناس اللي شغالة عايز برضو عديهم حقهم. الناس الاداريين اللي موجودين كلهم في 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 القطاع. سواء في القطاع الناشئين او في البراعم. بصراحة ايمين بشغلهم على قد على مقدار. يعني انت بتلاقي واحد مسلا ممكن بيروح اصوان او بيروح سهاج او بيروح عشان يسأل على مدرس اه بالزبط عشان يسأل على مدرس ولد. طب. ويروح له البيت ويروح له المنطقة او الكلام ده كله. فعنا عايز احييهم برضو بصراحة لان هما برضو ليهم دور كبير جدا بيساعدنا برضو في الكلام ده كله. بس هي قصة كلها ان في ناس لازم العقلية تتغير اه او او الناس تفهم ان القصة مش قصة ان انت ابنك يبقى مميز دلوقتي. ما هو ابنك ممكن يبقى مميز وهو في خمسة وجون وستة وجون وسابعة وجون والقصة دي كلها. انت انت بتاخد حق ولا تاني دي جزئية. وربنا ما يرضوش طبعا بكده. اه وما تفتكرش ان ربنا لما انت هتعمل حاجة زي كده ان ربنا هيديه. دي جزئية. الجزئية التانية ان هو بقى مميز في السن ده وفي الوقت ده. طب لما يكبر. مم. لو هو هي اسمها مرحلة تعليم وتأسيس. لو ما تأسسه ما تعلمش كويس. او لو انت بدأت مع ابنك بحاجة غلط. وانت فاكر ان انت لما هو هيكبر انه هو هيبقى موازة وكلام ده كله. فدي مشكلة من المشاكل ان الناس كتير يا فاكرة اه احنا هنكسب الناد الاقل احنا هنكسب فلان احنا هنكسب كزا احنا هنكسب كزا. يا قصة مش كده. اه. مش مكسب اخصار. على قد اننا الولد السن ده بيتعلم. افهم افهم المرحلة دي بتاعت ايه? صح. دي كيجي وان انا بحب دايما اربط. اه الموضوع بتاع البرائم ده بالدراسة. زي الدراسة بالزبط. مصبوح. لازم تاخد حقك في من كيجي وان والمراحل التدريجية بتاعت التعليم. نفس القصة في المراحل بتاعت الكورة وانت في البرائم. لازم تاخد برضو وقتك علشان تقدر ان انت لما تيجي تبدأ ملعب حداشر او الملعب القانوني زي ما احنا ما بنقول. بتكون تعلمت وخدت الاساسات والكلام ده كله تبدأ ان شاء الله ربنا يكرمك وتكمل. كابتنا احمد وحاك يعني متولي الفين وتسعة. السنة اللي فاتت دي للسنة اللي انتهت. طب منا بقى الفين وتسعة والمواهب الموجودة في فريق الفين وتسعة. آآ فرت آآ الفين وتسعة كابتن انا اول ما كنت اول مرة دخلت النادي وكده واشتغلت مع الاولاد آآ كان كابتن حسين طبعا كان هو اللي مسكهم في في بداية الموسم. آآ. فحد آآ كابتن علي الطويل مسك الفرقة بعد كابتن حسين. آآ آآ اول يوم لها في التمرين بصراحة انا اتفاجأت بالآ. مواهب المعبولة. بالمواهب. ومش واحد ولا اتنين يا كابتن يعني آآ في الانديا التانية ممكن تلاقي مسلا ولد اتنين مميزين في كل فرقة. آآ. لكن ما شاء الله فيه في كل فرقة يعني. انا انا عن نفسي في ريتي مسلا فلاقي كلها عن عشرة احداشر لعب. آآ ممكن. ممكن يكونوا ليه مستبر فريق. يوجد نظر وفيه لعبة كتيرة يعني مش عايز لي مش عايز في الاداء او في حاجة. يبقى متواجد. سوا في العلة وفي اي حتة يعني. دلوقتي ما كرة اللي بيلعبوا كرة هم اللي يستحقوا اللي بموجودون في الانديا. لكن انا بتكلم الله يا كابتن موضوع كابتن حسين موضوع التسمين لو فيه وقت. آآ طبعا. لانها حصلت معي وانا كنت شغال في المقولين حصلت معي. الولد ده كان بيلعبني. كان بيلعب الفرقة الواحدة. طبعا. الفكر مختلف والكوة مختلفة. وبياخد مكان واحد موهوب ممكن يباليه مستقبل. يا كابتن حسامة ده الولد ده. يعني انا جريت وراه. وكلمنا حد في الاحوال المدنية. لحد ما تأكدنا ان الولد ده فعلا مزور. ده احنا خسرنا مطشين بسبب. يعني خسرنا مطشين ساعتها. وخدنا البطولة بالستة بونت دول. يعني لما جيت دورنا ورا الولد. لقينا الولد يا كابتن مسلا اكبر من الاولاد بثمان سنين ولا سبع سنين. ما هي دي قضية للأسف يعني لازم يباليه حل يعني. يمصيبها يا كابتن مسلا. طبعا وكارثة. طب انا حاجة عايزة اواريكم الوقت في فيديو ولقطة. طول ما اللقطة دي موجودة دايما انا بتطمن على براعم الاهلي. بتطمن على ناشئي النادي الاهلي. بتطمن ده من على نادي الاهلي. لقطة يعني من حوالي عشرين سنة. طب ما تيجوا نشوف اللقطة. لا يعني بالغرور. امرنا 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 في عياتنا من ما يخسرنا دورة. احنا زعل له صعبا على نادي الاهلي. نادي الاهلي لدينا كل حاجة لكي احنا قصرنا بحق. بالله يعني بالغرور امرنا 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 في عياتنا من ما يخسرنا دورة. احنا زعل له صعبا على نادي الاهلي. نادي الاهلي لدينا كل حاجة لكي احنا قصرنا بحق. اللقطة دي دي كانت لبراعم النادي الاهلي في احدى المهرجانات كانت في نادي الصيد. المهرجان اللي بيتعامل دايما كل سنة في في الموسم. والنادي الاهلي وقتها. برع من النادي الاهلي حققه المركز التالت. في بطولة ودية. يعني طول ما بشوف اللقطة دي وبكاء اللعبة الصغيرة وحبهم للنادي الاهلي وحرصهم. الحاجات اللي كابتن حسين وكابتن احمد بيقولها دايما بنعلم الولد الصغير. ايمة النادي الاهلي. ايمة النادي الاهلي. ودايما النادي الاهلي في المركز الاول. بقول لحضرتك بقى حاجة صغيرة. اه. السنة الفات كان معيها الالفين وعشرة. مم. كسبنين اتناشر ماتش. وبنلعب الماتش التلتاشر. مم. كان تقريبا مع الماصرية الاتصالات. اتعدلنا واحد واحد. وانت بتتعايب. اللي حصل. لعيبة برضو نفس الوطن. لا نفس اللي حصل ده كده بالزبط. وخدتوهم على جنبه وهديتهم. اتعدلنا احنا مخصدناش. انا بقول لحضرتك احنا كسبنين اتناشر ماتش اتنتاشر ماتش مدواصلين. مم. الفين وعشرة موجودين. حضرتك هممكن تتأكد من الكلام ده. اتعدلنا ماتش واحد واحد مع الاتصالات. وكورة مش عايزة يعني عارف انت اليوم اللي هو. مش يومك وكورة مش عايزة تخش وكلامه والعرضة. وخرجوا الولاد نفس القصة جدا. شافك تأسرت باللعب دي. اه. بصراحة. اه. جدا. لا تمهمة جدا. اسلام عادل يا كابتن ده يعني من ابناء النادي الاهلي وهو حاليا في القطاع في قطاع النادي مصر المقصة حاليا. المقصة اه. شغال في الجهاز الفن اه. بقى انا قلت لك يا كابتن. اللاعب لازم بيبقى عارف المدرب. لازم يعرف اللاعب ايمة النادي. اه. وكمة النادي الاهلي. اه. وخلي بالك يا كابتن اسامة. الاولاد هم عارفين عارفين ايمة النادي يعني. حتى لو من غير ما نتكلم او حاجة. الولد عنده غير على التشيرت. اه. انا اشتغلت في الاكاديمية يا كابتن في زيد مع كابتن امير عبد حميد. اه. لما كنا بنشارك بنلعب الاكاديميات التانية. كنا دايما نكلم الاولاد احنا النادي الاهلي. يعني شايف اكاديمية. اه. ما اعتقدش ان في اكاديمية اصلا تفكر ان انت معروفة معظم الاكاديميات بتبقى بيزنس. اه. والكلام ده. لكن انت لما تبقى في اكاديمية وبتفهم الولد. برضو تلعب في النادي الاهلي. انت لابس تشيرت النادي الاهلي. فدي مش قليلة طبعا. اخيرا كابتن حسين. علشان وقت برنامجنا. كلمة منك لعبة النادي الاهلي. عندنا مباراة مهمة جدا. يوم الجمعة مع نهضة بركان. مباراة السوبر الافريقي. طبعا زي زي ملايين الاهلوية اللي موجودين بنتمنى ان شاء الله التوفيق. عارفين طبعا الدغوطات وتلحم المطشوات والارهاق اللي هما فيه. وان هما خارجين من جنوب افريقيا عشان ينزلوا ترانزيت في اسوان عشان يروحوا الدوحة. كلام ده كله. بس طبعا انت عارف ان وانت اكيد يعني اللي عبتو برضو عارف النادي الاهلي. كل المبررات دي وكل الكلام ده كله ما بيفرقش وهم زي ما احنا عارفين ان الكلام دوت ما بيفرقش مع 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 اللعبة او الجهاز بتاع النادي الاهلي. نتمنى لهم ان شاء الله بامر الله التوفيق. وان ربنا يبقى يسر لهم الامور ان شاء الله بازن الله. وان شاء الله البطولة بتاعة بتاعة الرجالة بتاعة النادي الاهلي. ويقدروا ان هما يجيبوا كاس السوبر ويكملوا وإن شاء الله هناخد بطولة أفريكيا بأمر الله رغم الظروف الصعبة اللي بيمر بيها الفريق السناني طبعاً ظروف ما يمرش بيها أي فريق في العالم لا صعب جداً إن أنت تلعب كل 3-4 ايام على فترات كمان طويلة مش يهدئ يعني مش يدوب مثلاً فترة سيارة وخلاص لا إحنا بقالنا فترة طويلة جداً بنلعب كل 72 ساعة فده يعني حاجة الله يكون فعون اللعيب والجهاز الموجين بنوفقه إن شاء الله كابتن راح أنت شاركت قبل كده في السوبر الأفريقي آه خدنا كان 2009 كابتن كان آخر بطولة ليا أخدتها مع النادي الأهلي وشاركت أنا في المباراة ده كنا بنلعب نادي الصفاكس التونسي كسبنا اتنين واحد كان في لافيو نون المكسب كلمة منك بقى لعبة النادي الأهلي طبعاً بتمنى التوفيق طبعاً وبتمنى التوفيق لكل اللعيبة والجهاز الفني وإن شاء الله طبعاً زي ما حادتك عارف وحادتك خدت بطولات كتير طبعاً وشاركت في اللحظات ديك لعبة النادي الأهلي بتبقى دايماً بتلعب على البطول هم عندهم بما في الكفاية وعاشتين إن دي بطولة كبيرة وبطولة غالية وبتمنى التوفيق طبعاً والنادي الأهلي بصراحة آخر المبارات مع حد شيء لأن المباراتين سانداونز النادي الأهلي قدى بشكل كويس خاصة المبارات تاني إن شاء الله يبا يوم النادي الأهلي والتوفيق ونادي الأهلي شرفتنا وناورتنا كابتن حسين شكراً بنا عزكاً بكده وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة باشكر ضيوف اللي كانوا شرفيني ومنورين النهاردة في برنامج الأشباء لكابتن حسين شكري والكابتن أحمد حسن درقبة كل التوفيق إن شاء الله للعائب النادي الأهلي يوم الجمعة يقدروا يكسبوا إن شاء الله كل التوفيق لهم أمام نهضة باركان في مباراة صعبة نتمنى فيها التوفيق للعائب النادي الأهلي والجهاز الفن نشوف حضراتكم الأسبوع اللي جاي حلقة جديدة من برنامج الأشباء شكراً وإلى اللقاء شكراً وإلى اللقاء